اشتركوا في القناة الممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الالكتروني بما في ذلك رفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولية المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن يكون الطفل ضحية للإستغلال والابتزاز الالكتروني وضابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الالكتروني والسعمال الوسائط المتصلة بالإنترنت فضلا عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية هذا وقد أكد ممثلو الجهات المجتمعون أن هذه الحملة الوطنية تأتي ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة والوزارات المنظمة في مجالات الإرشاد وتوعية المجتمع لحماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدامات الوسائل الإلكترونية وصولا لتوفير أجواء آمنة للأطفال تكفل لهم التنشئة الصحية والسليمة حققت مملكة البحرين تقدما بارزا في حماية وصون حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدة خطوات تاريخية مانية بتقديم الخدمات والحماية الكاملة للأطفال والتي ساهمت في تحقيق الحماية والرعاية والرفاهية لهذه الفئة وإدراكا من المملكة بأهمية النهوض بشؤون الطفل والاهتمام بقضاياه وحماية حقوقه والعمل على توفير الرعاية اللازمة له قامت باتخاذ عدة خطوات جادة أبرزها انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية المختصة في الشأن نفسه لتحرص مملكة البحرين على الوفاء بجميع الالتزامات التي تحمل أطفال على أرضها فضلا عن حمايتهم من الجرائم خارج حدود البلاد وعلى أرض الوطن أطلقت المملكة عدة مبادرات منها المركز الوطني لحماية الطفل وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وسن قانون العدالة الإصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة وإنشاء نيابة الأسرة والطفل ومحاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة وتدشين منصب مفوض حقوق الطفل واللجنة الوطنية للطفولة وخط النجدة ومساندة الطفل 998 وخط الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية 992 والعديد من الأمدية الخاصة بالطفل والناشئة ليتمتع الأطفال في مملكة البحرين بكافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة بالكرامة والمساواة والصحة والتعليم والأمن والأمان والحماية من خلال قاعدة قانونية مثلة لحماية ورعاية الأطفال بالمجتمع حماية متكاملة لحقوق الطفل ورعاية شاملة لمصالحه تقدمها مملكة البحرين لينشأ أطفال المملكة تنشئة صحيحة من كافة النواحي ولضمان حمايتهم وصون حقوقهم